اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في خبر اليوم مباشرة من قناة شوف تيفي علمات شوف تيفي أن الفرقة الوطنية توصلت أخيرا إلى هوية حمزة موميبي ويتعلق الأمر بالإعلام الشهير سيمو بالبشير وقد اعترفت عائشة إياشة اثناء تحقيق معها أن السيمو بالبشير هو حمزة موميبي وأنها ظلت على علاقة به وفي اتصال معه حتى بعد تفجير القضية واستدعاء دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للسنطاق وكشفت سعيد شرف ضحية عصابة حمزة موميبي في حوار حصرين لشوف تيفي وبدموع مؤثرة أن ما حدث لها أثر لها سلبا على حملها لننتبع بالنسبة له قسم بالله كان بكيت دم من داخل ليلة النورة تأذيت وليلو نهار كان نقول يا ربي بغيت غنعربش كل النورة صراحة معرف مجموع الليل مخربقة شغنقول لأول مرة كان عرف راسي أني يعني أنا كان اعترف أنني مهزوزة يعني مخربقة للمشاعر كاملة كمية الشر اللي فيه تؤدي الحمزة موميبي أول ما تلقيت الخبر من شوف تيفي يعني من الموقع ديالكم لأنه أنا أبوني فأول ما دخلت اليوتيوب كيباني الخبر و مش غنقول لك بقيت تقريبا على ما يزيد فوق الخمس دقائق و أنا مصدومة بقيت 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 شنو بكيك اللي سعيدة كاني الحقرة بكاني أجدرت لك يسيمو بالبشير بكاني فين كان عرفك شبيني معاك معا ممرت لا قوجي مع وجك تحقرت تضلمت لاش هاد شي كامل هاد شي لخدمة من خبر اليوم انتهى شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة